السلام عليكم ورحمة الله شراب النبي صلى الله عليه وسلم المفضل لكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب الفيديو لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ولا تحرموا أنفسكم أجرى مشاركة الفيديو كي يستفيد منه كل مسلم كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد سيد الأشربة لأنه أطفأ لحرارة الضمأ وأنفع للبدن وأبعث على الشكر قال ابن القيم إذا جمع الماء الحلاوة والبرد كان أنفع للبدن وأحفظ للصحة وأكثر تغذية وتنفيذ للطعام إلى الأعضاء والفاتر ينفخ ويفعل ضد ذلك كما كان صلى الله عليه وسلم يحب الماء القوى العسل ونقيع التمر أو الزبيب وكان يحب أيضا اللبن فكان من أدد الأشربة إليه وخاصة إذا مزج بالتمر فعن بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونه فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء أحيانا خالصا وأحيانا مخلوطا مع غيره من الطيبات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء المخلوط بالتمر أو الزبيب ثم يشرب بعد أن يكون حلوا بتحلل التمر والزبيب فيه فعن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهرق رواه مسلم فلا يشربه إذا قارب الغليان وعن سهل بن سعد قال دعا أبو سيد السعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت مرأته يومئذ خادمهم وهي العروس قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه رواه البخاري ومسلم فالفاكهة ليست موجودة في المدينة فكان عصير النبي صلى الله عليه وسلم الماء المنقوع بالتمر أو الزبيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب العسل فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل رواه البخاري ومسلم فيشرب العسل خالصا أحيانا ويخلط معه الماء أحيانا والله أعلم ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء مخلطا بالسويق فيفطر عليه فعن عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعد القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله فلو أمسيت انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا فنزل فاجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم الليلة قد أقبل منها هنا فقد أفتر الصائم رواه البخاري ومسلم والجدح خلط السويق بالماء والسويق بر أو شعير يحمص ثم يخلط مع تمر أو غيره وشرب النبي صلى الله عليه وسلم الحليب مخلوطا مع الماء وغير مخلوط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب أطيب الماء الموجود وأحلاه فتارة يشرب من أبار المدينة الحلوة ففي حديث أنس في تصدق أبي طلحة ببير حاء قال أنس كان أحب ماله إليه بير حاء وكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب الحديث رواه البخاري ومسلم وطارة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي له بالماء العذب من المكان البعيد فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا رواه أبو داود وصححه بن حبان والحاكم قال قتيب بن سعيد أحد رواة الحديث بيوت السقيا عين بينها وبين المدينة يوما أي في سير الجمال ونحوها قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن بطال استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم وليس في شرب الماء الملح فضلة فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل له الماء من مسافات طويلة طارة لأجل التمتع بشربه وطارة لنين البركة التي جعلها الله فيه فكان ينقل له ماء زمزم وهو في المدينة فعن عروة بن الزبير قال إن عائشة رضي الله عنها حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى وقالت حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدواء والقرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم رواه الفاكهي في أخبار المكة واللفظ له والترمذي وإسناده حسن من الآداب الوالدة في الشرب النهي عن التنفس داخل الإناء فعن أبي قتاد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء رواه البخاري ومسلم أما عن صفة شربه صلى الله عليه وسلم فكان يشرب قاعدا وقد كان يشرب وهو قائم غالبا لبيان جواز الشرب من قيام ويشرب آخر القوم ويقول إن ساق القوم آخرهم شربا رواه مسلم ويكرر صلى الله عليه وسلم شربه ثلاث مرات يشرب مرة ثم يرفع الإناء عن فيه فيتنفس خارجه ثم يعود فيشرب ثم يزيل الإناء عن فيه ويتنفس خارج الإناء هكذا ثلاث مرات فعبن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم رواه الترمدي في الشمائل قال الأرباني حديث صحيح وعن أنس بن ملك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها رواه الترمدي في الشمائل وقال الأرباني حديث صحيح فكانت صحابة والتابعون من أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم التماسا وتتبعا لآثاره وكانوا يتبركون بذلك وفي هذا الحديث يروي أنس بن ملك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وهي والدة أنس بن ملك رضي الله عنه وقربة معلقة والقربة ما يصنع من جلود الحيوان من أجل حفظ ماء الشرب فيها وكانت القرب تعلق ليمكن الإفراغ منها في الآنية والإبعادها عن الهوام فشرب من فم القربة وهو قائم هكذا دون أن يجلس ودون أن يفرغ من القربة في كوب أو إناء فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها بمعنى أنها قطعت فم القربة لتحتفظ بها كما في رواية ابن ماجة فقطعت فم القربة تبتغي بركة مودع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أتممتموا الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركته كي يستفيد منه كل مسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته